السؤال ده من الأسئلة المهمة واللي بتيجي في الامتحانات بكسر السؤال بيقول إذا كان ملف دينامو الطيار المتردد في لحظة ما عمودي على اتجاه الفيل فإن قيمة كل من الفيل وفي ام قيمته إيه؟ والقوة الدفع الكهربية المستحسة قيمتها إيه؟ تمام إيه العلاقة اللي بتربط بين كلمة دينامو وفي ام ويم اف المستحسة؟ طبعا قانون فرضي الإيم اف المستحسة بالساوي سالب ام في دلتا فاي على الدلتا تي وهنا عايزة من خلال الجدول ده أفرق بين مصطلح الإيم اف والفاي ام والدلتا فاي على الدلتا تي القانونة هم ولكن في فرق كبير بين الإيم اف والفاي ام والدلتا فاي على الدلتا تي مين هنا بيمثل الإيم اف؟ اللي بيمثل الإيم اف المجدار ده على بعض الدلتا فاي على الدلتا تي أما الفاي ام اللي هو البسط لا يعبر عن ايم اف بل بالعكس طيب لما يكون الملف عمودي اللي أنت متأكد منه ايم اف اللي في الدينامو لما يكون الملف عمودي لمتأكد منه الايم اف بسفر يبقى تيجي على الدلتا فاي و や prefix الالتا تي اللي هي بتمثل الايم اف تكتب كمان زيها سفر أما الفاي ام بعكسهم هتبقى قيمة عظمة ماكس يبقى انت عندك لما بيكون الملف عمودي فعلاً الـ phi m بتبقى قيمة عظمة والـ f بتبقى بصف أما الدلتة phi عدلتة t زي الـ辫 بالضاء طيب لما يكون الملف موازي إيه اللي أنت متأكد منه إن الـ em f اللي في الدينامو بتبقى قيمة عظمة مين اللي زي الـ em if الدلتة phi عدلتة t تيجي جمي بها وتكتب مكس طب مين اللي عكسهم الـ phi m يبقى الـ phi m بتبقى بصف وفعلاً لما بيكون الملف موازي بيبقى الفيد اللي بيخترق الملف قيمته بصفر وبالتالي الجدول ده هينبهك إن في القانون ده في الفرق بين إيم إف الفرق بين المعدل طبعاً ده هو المعدل وإيه الفرق بين الفاي إيم دي كده هتبقى عكسه فلما نيجي نجاوب على السؤال ده إنت قلت لي إن الملف عمودي فهتبقى الفاي إيم نقيمة عظمة أما الإيم إف هتبقى العكس هتبقى بصفر يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف